السلام عليكم حنان محببا بكم في حصة جديدة اليوم سوف نحضر معكم وصفة تقليدية 100% الوصفة اليوم هي إفنوزن حضرتها أنا والأمي وختي فأشكلنا في البلاد في هذا العطلة جنفيير ديال ياناير هذه الوصفة نعملها كثيرا في هذا الفصل البارد سخونة صحية والديدة كثيرا هنا هذه الوصفة تكون من جوجة المكونات أول حاجة عندنا الفصلة الفصلة تكون صغيرة يلا بدأت تطلع من الأرض والكوسكوس بالنسبة للكوسكوس هنا استعملت الكوسكوس اللي حضرت الأمي اللي فتلت أنا وضع لكم مرة فيديو في صندوق الوصف سبق وشاركت معكم هذا الفيديو في القناة هنا هي الأمي التي تحييد الفصلة الفصلة تكون صغيرة يلا بدأت تطلع من بعد ما نحييدها ننقيها مزيان بعد المرة يكونوا فيها العواد ننقيها مزيان من بعد ما ننقيها خاصها ضروري تغسل إن كانت تغسل خاصها تنشوف تنشوف واحد المدة وعاد من بعد نقطعها هذه بالنسبة للفصلة لنا بالنسبة للكوسكوس كيف قلت لكم أنا استعملت الكوسكوس اللي حضرت الأمي ففيه تقريبا دقيق ديال القمح الكامل وفيه دقيق ديال الشاعير مع قلش كانت تقتلية مجموعة ديال الأنواع ديال الدقيق باش حضرته وصدقوني لديد بزاف كيف تشوفوا راحك حل لان فيه بزاف ديال نخالة وشعيره سافي كيف تشوفوا معي هنا بالنسبة للكوسكسو كنكوب باديه الماء دائما سواء هذا اللي مفتول باليد او لديال اللي كنشري منه من سنقة من الحانوز دائما كنغسله مزيان ومن بعد كنشفو ونخلي حتى كي يسقطر من بعد كنحركو هكذا بليادين ديالي كنتأكد بلي الحبات ديال الماء تشربت هذك الكوسكوس او لحبات ديال الكوسكوس تشرب هذك الماء سافي من بعد كنوضعوه في فليكسكاس ديالنا وكنخلي حتى كيفور بالنسبة للتفوير الأولى تقريبا غادي تاخدنا ثلاثين دقيقة تقريبا عشرين حتى الثلاثين دقيقة يعني كنسنى المادية البرمحتة كي يبدأ يغلي ومن بعد كنوضع الكسكاس ديالي وكنخليه يفور كيفولتكم عشرين حتى الثلاثين دقيقة فلوتون فاش كي يكون الكسكسو ديالنا كنفور كيفور كنمر الفصة ديالي وكنحاول نغسلها هنا كنوضيكم غير كيفاش دايره كيفاش عامله وكنحاول نغسلها مزيان عفوان كنحاول نقطعها هنا عندي رهداجة مغسولة لون كنحاول نقطعها مزيان وكنوجدها هنان بعد مفور عندي كسكسوف ديالي 30 دقيقة كنفرغ عليه واحدة كمية كبيرة ديال الماء وكنخليه مرة أخرى يستقطر يعني الحبات ديال الكسكوس غتتشرب مرة تانية الماء الكافي لها وغتخلي هاداك الماء اللي ما عندها ما تدير به غاديها بطلينة كيف كنتشوفوا معايا كي يستقطر لتحت في الرف اينا اخر سافي كيف كنتشوفوا معايا هنانيا كنخلي الكسكسو ديالي حتى كي يستقطر مزيان من بعد كنوضعو في واحد الاينا وكنجيب الفصة ديالي اللي قطعتها بشكل رقيق كنوضعها فوق هاداك الكسكوس الكمية اللي بغيتو سافي هنانيا عندي الحار بنسبة الحار هذا يعني جبته من عند ماما كيعملو فيه البصلة اليابسة البصلة الخضارية يابسة كيتحنوها الفلفل الحار يابس الهريسة ماشي الهريسة عفواً الفلفل الحار يعني السودانية يابسة ومحكوك مطحونة حتى هي مدقوغة الحبق قالت لي حتى هو مدقوغ مهمتا هو يابس ومدقوغ كيلي كيزيد فيه البسباس البلدي كيلي كيزيد فيه الزعتار كيلي كيزيد فيه الكروية المهم هادو كمين اضافات الاساس هو الحبق والحار والبصلة الخضارية يابس بس البلدي هذا هو الاساس سافي مبعد ما خلط دوك العناسير مزيان وضعت الحار وضعت الملح وضعت زيت الزيتون الكامون نسيت ما وضعتوش وضعتو في اخر مرحلة ما تنسوه نتومه كامون البلدي عندي هنا خديته من الرساني سافي كيف كتشوفوا معي هنا مبعد ما فور عندي الكسكسو تقريبا لمدة ساعة تقريبا 45 دقيقة حتى الساعة سافي كنقدموها هكذا وكنوضع فق منه زيت الزيتون اللي بغي يضيفها يعني هو كيتناولو هو كيضيف زيت الزيتون كيجي حتى هكذا كل ديت هنا اشاركت معاكم واحد دورة عندنا في الجردات بارك الله كنطلع خيزوا يعني لقيت ماما زرعات خيزوا ماما بابا زرعو خيزوا واللفت والفول وصورت لكم هنا يا غلاقات كيف كتشوفوا معايا فاش كنا كنحيدوه اي فولا هذا هو الفيديو دي هنا ديال اليوم متمنى يكون نال اعجاب ديالكم تلقوا ان شاء الله مع وصفات اخرين مره بلديين مره عصريين مره هكا مره هكا يلا تهلا فريوسكم سلام الله عليكم لابا دي كتكون غيزة الريعة غيزة الريعة غيزة الريعة بحال ججلة السحر الله هذا الفول الفول يدي الجين ويدي العم اشتركوا في القناة الت vind MP موسيقى موسيقى